رجعنا لكم تاني مع الفنانة الصعيدة جاسيكا حسامت دي جاسيكا عملت حاجات كتير قوي بس هي جننتنا في كامل العدد جاسيكا عملت حاجات كتير في وقت قصير قوي ماشاء الله بس يعني حقيقة كامل العدد كان لي دور مختلف شكرا وحضور متميز كنت بتعملي شقاوة كتير قوي ومقالب وحاجات وليلي اصلا ايه اللي خلت جاسيكا حبه فكرة التمثيل اكتشفت اني تريد تمثيلي امتا انا من ورقة صغيرة خالص وانا بحب اللي هو التمثيل الرأس اي حاجة فيها اي حاجة ارتستيك كده انا كنت بحبه اقول انا صغيرة وبعدين ممتي اشتغلت معي على الموضوع ده يعني هي ممتي الاكتين كوتش بتاعتي فاشتغلت معي على الموضوع ده وبدأنا نطوره اكتر واكتر 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 لحد ما اجي كامل العدد لحد ما اجي كامل لحكاية جي 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 وبعدين عائلة جي 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 وبعدين The Goat ايه في النص مش فكرة بس كانت في حاجات كاملين كده يعني حاجات كتير يعني مسيرة فنية ما شاء الله سن صغير جدا يعني مش تقبل باهر ايه الدور اللي كان قريب اكتر للجاسيكا ايه يعني ممكن امينة امينة اريب مش ذاتك لا اريب شخصية ولا اريب مين يعني متعلقة بالدور ده اريب كشخصية لا اريب كشخصية اااااااااا� أريب مش عارب هل امينة فيها شوية من جي سي اكتر قوة؟ اكيد امينة فيها حاجات يعني اكيد مش لازم في حتة ان انا بقى بدايق الناس والحاجات دي بس انا لو محاستش في اي شخص ان انا في حاجات واحدة بس حتي لو لو One percent شبهي اعتقدت ان انا مش انا خالص فمش اعرف عمينو بس على اقل لازم اوجد لها حاجة واحدة شابه او انا بحس ان امينة ممكن يكون فيها حتى ممكن في سيزن 2 شوية اكتر بقى في حاجات يعني الناس لا مستنية سيزن 2 جدا انتظرونا كلنا الناس مستنية سيزن 2 جدا ممكن في سيزن 2 في حاجات حتى لو 10% شبهي فهي اه شبهي فيها سيزن 2 في حاجات شبه جيسيكا حاجات شبه شخصية امينة شبه جيسيكا في سيزن 2 ده يعني باكس كلوسو يعني شخصية امينة كانت شخصية شعية جدا شخصية يعني عملت كل حاجة عشان تضغط مشلو يا حرام وانك تمثلتي مع دينا الشربيني دي كنت شايفتها ازاي بالنسباني انا من زمان قوي انا محب دينا الشربيني انا جي بقى ان انا خلاص همثل معا كنت اكسايتد قوي وبجد بجد هي من اجمل واطوب الناس اللي انا اشتغلت معاها قبل كده احنا كان الموضوع تحسيني بشده هو ايه همثل ان انا ام وبنتها احنا بجد سحاب احنا فانز احنا ام وبنتها احنا ام وبنتها الموضوع كان لزيزة قوي اعتقد ده كان واضح لنا كلنا يعني على التليفزيون ان مفيش العلاقة بين الام وبنتها اللي هي يعني علاقة فيها اي نوع متنشن او اي لا ده بالعكس كانت متصاحبين اكتر صح؟ احنا كامل عدد كله بالكرو اللي هما بهان بالكاميرا والناس كلها كنا كلنا عائلة اوية فالموضوع ممكن يكون تدع فعلا في المساعدة وحمدا يعني كان معيكي بردو في كامل عدد خطير اوه حمدا فردو ايه انتو الاثنين مقلب مستمع فيلم دا جوت يعني الفيلم قصر الدنيا خد جواز كتير وانتي خدت اكترس فيه فكلميني اكتر عن فيلم دا جوت فيلم دا جوت انا معرفش انا قلت ده قبل كده ولا لا بس انا بدأت دا جوت قبل كامل عدد كتير جدا مع عمري سعد ايوم مع عمري سعد المخرجة الاريا بورالي مع عمري سعد واستاذ سيد رجب وميرا سويفينو وجون سافج وفيلم دا جوت انا اول لما خدته كنت اكسايتد اوي وفي نفس وقت كنت خايفة كنت متوترة كان عندي مكست فيلنس اوي خدت السكيبت قبله بسنة وبردو مع ممطي قاعدنا نديسكوس كده الكاركتر بعدها بسنة بدأنا تصوير بعد ما كنا خلاص فتقرادي انا ومامي عملنا كل حاجة لعلاقة بالكاركتر روحنا بقى سوا قعدنا فيها شهر وبعدين بدأنا تصوير لان كنا لازم برضو ان احنا طلبنا ان احنا لازم ناقد على الجو والموضوع ما يبقاش اللي هو كده ما يبقاش في اي قرفة من الموضوع خلاص انا انا واحدة من هناك اشتغلت كثير على نفسك في الموضوع دا اشتغلت كثير على نفسي وانا برضو الصراحة مش بقرف قوي انا مش واحدة من دا انا مش بقرف خالص من الحاجات دي فكنت اللي هو ان قوي الموضوع وفي نفسي وقت كنت مبسوطة بي فكنت اللي هو انا ممكن عمل اي حاجة في اي وقت في كل الحاجات بكل الطريقة فبدأنا بقى وبعدين بدأنا تصوير والتصوير هناك كان تحفت يعني اكتر من تحفت اه حصل كم حاجة كده كانت صعبة شوية ايه بقى الحاجات اللي كانت صعبة يعني هناك الجو كان برد بطريقة مش كامش كنت بتصوره في الشتاء اه كنا متعار في الشتاء وما كانش برد اللي هو برد طبيعي هو كان برد جدا 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 وانا كنت ببقى لابسة حاجة حاجة زي كده حاجة خفيفة جدا اه مش لابسة حاجة تاني فوقيها ولا تحتيها فالموضوع كان صعب جدا برضو في مشهد الغرق جالي هايبوثيرميا دي كنت اللي هو يعني كنت فقط الوعي شوية لان صورناه في تلات اربع اماكن تقريبا كنا بنروح وفي نفس اليوم في نفس الساعة كنا بنروح هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا فالموضوع كان صعب قريبا الموضوع كان برد جدا وبعدين عنا بقى بعديها عنا يومين ثلاثة أسبوع مش فكرة صراحة وقفنا تصوير وبعدين رجعتين تب قليلي يعني ازاي كنت يعني اكسايتد في قصة الفيلم أصلا يعني قصة الفيلم حاجة برضو تقيلة جدا وهو جواز القاصرات ازاي كنت اكسايتد فيها ازاي يعني ممكن حد ما هيدلك كده قصة السكريبت اه 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 ساعت انا برضو كان عندي عشرة وحداشرة سنة انا بخدت السكريبت فممكنتش كل حاجة مستوعبها قوي من ناحية مش مستوعبها كايه اللي بيحصل انا مش مستوعبها كاحساس ان انا ما جربت حاجة كده بكده فانا مش عارفة انا مفروضة بقى واحدة في مكاني حاسة بايه فكان اكتر ممتي بتاعدني في موضوع ده ان هي برضو تقولي يعني واحدة هاتولندي بقى تحس بكده اكدنا مسلا حد عمل فيها كده فده كان مساعدني اكتر على ان انا جيب الاحساس ده وبالنسبة بقى ان لي انا كنت اكسايتد انا كنت اكسايتد لان دي حاجة بتوصل ميسج مش بس في مصر هي في كل حتة لان موضوع ده مش بس بيحصل في مصر او بيحصل في كل حتة فانا كنت اكسايتد لفكرة ان انا بعمل حاجة مش بس فكرة انها فان وهتوصل ميسج للناس فدي حاجة خليتني اكسايتد قوين الموضوع قوي بالي الناس اللي فيلم ده خد جوائز قد ايه وانتي ناس اللي خدت جايزة قد ايه الفيلم ده خد جوائز قد ايه خد جوائز قد ايه خد جوائز جدا الا انا احافظهم اكتر السراحة انا اخدتهم خدت ثلاث جوائز في توكيو وفي ولوس اغنس و ايه تاني ومصر وخد بست اوريجنل ستوري او خد بست اوريجنل ستوري او خد بست اوريجنل ستوري كلميني اكتر عن اصل الحكاية يعني كنت ايه بقى يعني كنت احبة الدور كنت اكسايتد فيه اصل الحكاية كنت اللي هو برضو كنت اكسايتد اوي الفكرة ان انا ايه انا كده هبقى بحرق بدأ كده برضو هبقى برضو هبقى دا عاية كلميني دور راشا دور راشا ما هو برضو نفس المغلوع انا هبقى بوصل برضو دا كانت خليني دي حاجة خليتني اكسايتد اوي ان انا برضو هبقى بعمل حاجة مش بس فن يعني وكمان بي حاجة يعني فى توتش عليها كده انا بعمل حاجة وحتوصل حاجة هوا دراما كوميدي يعني اعرفين يساعدين هوا كوميدي دراما يعني هقولك الفيلم كله هو كوميدي بس راشا مش كوميدي دور راشا مش كوميدي بس الفيلم كله كوميدي اوكي انا اكتشفت ايه انا اكتشفت ايه انا ما عارمش كل حاجة بخش حتى كان من عدد سيزن ون انا وحمزة كنا فاكرين فى الاول انه هو مسلسل يعني دراما قوي كناش نعرف انه هو كوميدي احنا ماخدناش بارنا انه كوميدي خالص وانتو بتصوروا ما خدتوا؟ ولا الهواء انا وحمزة بالنسبان كانت دور الولا احنا كل واحد فينا انت بعد عني وانا بعد عنك احنا حذين دلوقت ما كناش عارفين خالص انه كوميدي فكل حاجة برضو بدخول فيها ما باكتشف بعدين انها كوميدي ما كانت وانتو بتصوروا مش حاسين ازاي ده افهات وحاجات كلها ما كانت معانا كده كلها باينة على سكين هي كوميدي هو كان بالنسبال انه ده يعني درامو اوكي ايه الدور اللي احبت تعمليه الفترة الجاية؟ ايه دور؟ لان جاسكا قريدي عملت حاجات كتير وحاجات مختلفة ايه بقى دور اللي جاسكا حبت تجربه الفترة الجاية؟ مش عارفة بس نفسي اجرب حاجة كده يعني سايكو شوية وتكون يعني معرفش معرفش حسن ان انا دراما مثلا مش فكرة دراما انا مش قصدي دراما يعني مش قصدي سايكو انا قصدي انها حاجة تبقى مجنونة شوية انا ما جربتهاش قبل كده دور جديد خالص خالص ولو وصل ميسج كتر خيره موصلش ميسج المهم انه ما جربته برضو فكرة ونفسي حاجة تبقى تستكس فيها يعني انا دول فيلمين مختلفين خالص عن بعض بس هو حاجة نفسي تبقى فيها رأس وغنى وخيل وكل حاجة ممكن اطلع فيها كل حاجة انا محبها وفي نفس الوقت حاجة تبقى صعبة وقصية وكل حاجة ما هو زيتك من دولة ليه حاجة صعبة وقصية؟ عاجة ليه عامي مانا عشان توصل مصد لا مش لازم عمتها انه وصلت وصلت ما وصلتش خلاص جيسيكا بتتدربي خيل مح؟ يعني تقولي بالنس انت انا بتتدربي خيل انتشتت في ايه كده انا انتشتت في ايه في الخيل بحب الخيل جدا 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 بحس كده ان انا واحدة حرة فيه بحب الرأس قوي كل انواع رأس لان رأسي بحس ان انا لو عندي ناجة هتلاحق ايه فهو في الرأس بحب الرأس بحب الرسمة اوي 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 لما بكون مش عارفة كده اتكلم بعرف ارسم ويعني انا لو عندي حاجات كده مش عارفة اقول هاي لك اعرف ارسمها كويس جدا وما تعرفت بحب الرأس تالنتد تالنتد جدا بس اعتقد حاجات كلها انتشتين يعني اي حد يتمنى ببعدوا حاجة بحب كاميني اكتر انت تمثيلك مع حمزة كان يعني الاكسبرينيس بقى بتاعتك لان احنا شفنا حاجات كلها هلسينت كلها حلوة كلها طبيعية جدا مش حاسين انتو اصلا بتمثله يعني في الاول خالص اول مرة وانتو اصلا بحب بره اصلا بحب بره بس بعد المثالثة مكننش شعر بعض احنا في الاول خالص كنت انا محمزة انا مكنش متخننة انا محمزة ممكن نبقى سحب يعني بعدين بعد المثالثة اه لو اي اوكي ماشي كده بس بعدين واحنا في التصوير بدأنا جات بلوس اكتر بره التصوير فده ساعدنا قوي وكمان خلنا عهد عن نفسنا واحنا قبل ان نبدأ سنبقى اخوات وصحابه كشير hinكا كيف يتلع على الكاميرا كيف حانا تلعلك واحنا من الاول اليوم نحنا احنا نصحب جدا لان الموضوع يتلع على ناتشل في الكاميرا وعدين بقدنا جات بلوس كزي予 اكتر واكتر 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 فهتلع كاميرا اكتر وهتلع اكتر واكتر واكتر في سيزن �W احنا كلنا مستنين سيزن ٌ وكونوا School من شهر ونشوف جاسيكا في كامل عدد اثنين إن شاء الله إيه الجاسيكا يعني مين ممثل حابة تمثلي معاه لفترة الجاية مين ممثل حابة أو مين ممثلين يعني هم مكتبير جدا يعني بس ممكن هو كتير قوي بس ممكن هنده صابري مونة زاكي دي ناس من نفسي نفسي تلايف أدوار معاه ممكن بقى لو هعمل حياتك يعني لو بمتخيلاتي أنه نعمل حياتك سايكو يبقى فيها هنده صابري جدا معرفش ليه بس حاسة أن هي تبقى تحفة وكممثلين وراب في كثير أوي فيها أحمد عزيز كريم عبد العزيز ممكن كمان أحمد فشاوي يبقى معي أنا و هنده صابري إحنا كده نكتب مصالسة دلوقت إحنا كده نعمل حياتك كده يبقى هنده صابري وأنا و أحمد فشاوي وخلاص حسن أنت يعني عايزة تحب تعمل حياتك سايكو أكتر حياتك برا أدوار جيسيكا أكيد نفسي عمل كده ونيسي بردو عمل عرف الأفلام القديمة اللي هما كانوا بيرقسه كده وبيعملوا بس مش رأسي رأس هما كان بيبقى رأس استعراض استعراضي أكتر أنا نفسي بردو دايب فيلم أخر أنت بتحبي عمدت الحقيات الأرتيستيك أوي كيف تحبي عمدت الحقيقة؟ يعني أنا بحب الأفرو لكن هذا ليس شيء استعراض قوي لكنني بالنسبة لي لو هذا استعراض هبقى كنتمبري لو رأسي معاصر ده بحس أنت بتطلعي كل يعني كل كل الأحساس هيطلع فيه ده انترستين جدا الإكسپيرينس بتاعتك في التمثيل يعني أنت لما بتاخدر السكريبت دلوقتي مع جاسيكا دلوقتي مش جاسيكا قبل كده بيتي بتحس أن أنت قادرة تقرره ده سكريبت عايزة تعمليه ولا لا أنت قريب منك يعني إيه الحاجات اللي بتحددي على أساسها أن أنت عايزة خلاص تعملي ده ولا لا يعني أول حاجة لما بنقعد مع المخرج بيدينا بريف كده وبعدين بعدما يدينا بريف بالنوع بقنا هموين لما بنقرأ السكريبت بنشوف يعني هل ده مختلف عندك يعني هل مثلا مختلف عن دوري أنت عملت دوري أنت عملت طب مختلف بكامبيسان هو هيدبلي مثلا هل الحاجة دي لو عملتها دلوقتي هيبقى بدري قوي ولا ممكن استنى سنتين مثلا وممكن يعني دوري تعقيد كده تاني دي نقطة مهمة جدا اه يعني انت عايزة حاجة تعمليها سبقى سنك انت عايزة تعملي حاجات في سنك اه ما بحبش حاجة سبقى سنين من ناحية اللي هو ايه مثلا ذا جود هو مش سابق سني هو واحدة صح اي واحدة ما كان في سني بتتعرض لها صح بس مثلا اي حاجة تانية لو حسنا هي هتكبرني قوي كده ما بحسش ان انا لا لا ما كسنا سنة ثلاثة أربعة وانا حسنا يعني عندي أمل في ربنا ان هو يعيد الفرصة تانية انت حسنا انت في حاجات تعرضت عليك وانت حسيت اللي هو لا مش دلوقتي لسه شوية ان انا مش يعني اللي هو ايه ليه ليه من دلوقتي ليه اصلا لو طلعت مش عارفة انزل تاني صح لو طلعت وبقيت مثلا لو حاطيتي نفسك فخيرا معي اه مش عارفة انزل تاني وانا لسه مخلصتش في الحاجات كلها اللي هنا اوكي انت عايزة تعيش لأول سنك بتشوفي لأدوار البتاحة دلوقتي على قد سنك وبعد كده تجربي تاني حاجات تانية يعني احسة انا عايزة اشكر كل طائمين على الكريبت اللي انت بتكوني معاي وطنط طبعا يعني هي بتركز في نقطة مهمة زي دي لان الناس كتير في سنك دلوقتي بيقولوا يعني عارفة اللي هو جالهم حاجة وعايزين يعملوها وخلاص بس انت تستاني يعني حد ما اكون سني مناسب للدور ده فدي نقطة مهمة جدا وحبا اشكر تانتالي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وحاليا بفكر هل أخش جامعة أراديل كده ولا هل أخش جامعة تهانية واخد ويكشوب برا مصر تقوي الموضوع ده تقوي التمثيل أنا أريد أن أقوي كل المتحنز يعني أريد أن أركز أكثر في موضوع البطلات الخيل عشان كنت أفضل كل شيء أقول لأ خلنا نوقف شيء عشان التمثيل بس لأ أنا دليل أقصي أركز أكثر في بطلات الخيل أركز أكثر في الرأس بدل ما يبقى عندي بس عن نوعين ثلاثة أبقى عندي خمسة ستة سبعة وأنا طلعة وويكشوب بقى وويكشوب بقى الفوكس الجاي أن أنت عايزة تركيزي على الويكشوب وويكشوب في التمثيل وبرضو في موضوع الوكال باند أنا أحبّد أن أنا الانشيوتيب أو كليه ناس أبقى أكثر على الوكال باند أنا أحبّد أن أصدقائي من الناس لدينا خمسة عشر سنة فتحة باند وخلاص الباند ده ينزل في بزارات وينزل حاجات فأنا ببقى اللي هو أنتو كذلك أنتو تحفة أنا ببقى وبحيث أن أنا بأيدي حتى لو لتن فيسنت أن أنا أسابويت الوكال باند دي فأنا لم أفعل شيء بغضاً لما أفعل شيء أن أساعد مثلا واحد عنده خمسة عشر سنة أو واحد عندها مثلا ومن أسابويت أو أشخاص بذلك لأنني لم أصابويته لأنني أتعاد لأنني أقوم بعمل كل شيء بالحسب أصابويت كل الناس لأقدر أصابويتها إذا كان هذا بأيدي أحاول أن أفعل ذلك يعني أنا بحاول دلوقتي مثلاً في مسلسنات في حاجات ألبس الوكال بانز هم نفس الوكاليتي نفس كل حاجة وكمان طفلة أو طفلة صغيرة اللي عملين الموضوع ده فلا هو ليه ما هم هم مستنيتش انها هتكبر وتعمل وتتخرج عشان تدعمل حاجة هي عايزة لا هي اشتغلت على نفسها هو صغير والموضوع فعلاً بيجور معاهم فأنا بحاول ان أنا أسابويت الناس دي دي حاجة أنا بحاول عملها قوي الفاتح فإنك بتلبسي بقى من البرانز دي بقى ألبس من البرانز لو حادث أسألك هتقولي ده من كذا كذا بالضبط يعني أنا في الأول خالص كنت بعمل تيك توك أو حاجة الناس كنت في كومن ستتسألني اللبس ده منين مش عارفة ايه بتاع فأنا حصلت الوقت طب الناس بتبعاتلي طب ليه ما أنا ممكن حط دف ده أبقى أنا منها أن أنا جاوبت على الناس قلت لهم أنا بلبس منين وفي نفس الوقت ساعدت الناس اللي بتعمل دوك البرانز دي يعني أنا بدأت أحس كمان الكواليتي بتاعتهم حلوة جدا زي أي كواليتي تانية حابة حابة موضوع أي حاج صغير حابة يعمل حاجة كذا حابة المشكلة الناس بتشوف اللي هو يعني أنا عايزة ألبس برانز وخلاص يعني مش لوك البرانز لازم أكون ألبس برانز ممكن ده اللي هو بيضيني شكل تاني بي مع إن فعلا زي ما انت قلت يا جيسيكا إن الكواليتي بتكون حقا هي هي فواي نوت إن أنا ما سوفورتش فعلا البرانز بتاعتي يعني بتاعت بلدي يعني أيوة طبعا أنا الفكرة اللي هو يعني أنا حتى بعمل اللي هو هاشتاك بتاع لبسي مصري اللي هو أنا حابة إن أنا لو بيدي مثلا في الانتراليو ده أبقى لابسة لوكال برانز زي ما أنا لابسة لوكال برانز مش لازم ألبس برانز خلاص أنا هلبس طبعا مش بتبقى بيدي الحاجات دي بس لو بيدي مثلا مثلا دي في الانتراليو ناشنال فاستيبلز اللي أنا روحتها أنا الاتاليو كانوا عارضين إن هما يعني نعمل حاجات من بردراسلز ومشافئية بتاع بس أنا كان رغبتي أنا إن أنا الفاشن ديزاينر يبقى مصري اللي فس هناك يبقى مصري كل حاجة تبقى اللي حتى الجولي يبقى مصري كل حاجة أنا دي بيدي بنا نعملها فليه ما عملهاش ليه ما سببويتش الناس اللي هي كل البانز المصرية حتى لو مش بس لوكال بانز اللي هي لسا بتستويتم وتقابر أي باند مصري ليه ما نسببوتوش زيه زي أي باند تاني صح يعني طب هل أنت بتشجعي صحابك مثلا على الموضوع ده؟ اه احنا كنا في الأول واردين كان ناس من صحابي شاكلة لوكال بانز اينا ها هالبس بانز 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 مش عارف أي ببيع لحد ما بدأ الموضوع يا جمعة بصوا يا جمعة ده تحفة يا جمعة ايه ما تحفة أنا لابسة بانزل بيه حلوة اصطر فيه أنا مش تخدر اصطر فيه ما هو هو بجد دعنا نسأل سؤال ثاني وممكن يكون اخر سؤال معينا جيسيكا ممكن تعمل الوكال براند؟ ممكن تعمل ممكن تعمل ممكن تكون عن ايه مثلا؟ ما اقول انا لا انا متعارفة اعتقائكم انتظروا الوكال براند بتاعي في رمضان دعنا نسأل سؤال ثاني هل هو مثلا لبس او جولري او او ايه بالضبط؟ يعني ممكن جولي معها السات الكاملة بالشمطة حسنا ده حلوة قوي انتظروني مستانيين كده كده وهو خدنا حاجة اكسيكا ممكن تعمل براند بتاعتها اكيد كلنا هنروح نجيب يعني لازم تقولي لوفين كايرو اول ما تبداية لوفين كايرو كده كده اول ناس اتنقائك دلتك انت كنت مبسوطة جدا تكونت معي انا كمان شكرا وانا مستنية جدا كامل عدد اثنين اكيد هتكسري الدنيا فيه زي لا 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 يربط ما اكراهونيش زيادا لا لا انت اكيد هتكسري الدنيا مش فكي او الطبيع دي كانت حلقتنا النهاردة في لوفين كايرو لو فاتتكوا تقدروا تشوفوها تاني على يوتيوب لوفين كايرو وتقدروا تسموها على كل بودكاست ابل بودكاست جوجل بودكاست ان غيمي وسبوتيفاي يا رب بيكون يومك حلو باي باي باي